اهلا بكل حضراتكم في نشرة خدمية جديدة بنستعرض من خلالها مجموعة الأهم وأبرز الأخبار والبداية من وزارة التضامن الاجتماعي حيث ستبدأ اليوم في صرف معاشات مايو مع تشكيل جان لمتابعة عمليات الصرف وتسديل أي عقبات تواجهها صحاب المعاشات ووجهت دكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المقاررة وكذلك تغذية ماكينات الصرف الآلي لدى البنك حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته ومع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع وننتقل مع حضرتكم إلى وزارة الصحة وسكان والتي شددت على ضرورة الحصول على لقاحات الإلتهاب الكابي دي بي ولقاح فيروس كورونا ولقاح الإنفلوانزا وذلك منعا للإصابة بأي أمراض معدية وتواصل وزارة الصحة وسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا متخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعادية أما وزارة التربية والتعليم فتؤكد على أن أسئلة امتحانة السنوية العامة 20-23 ستكون منضبطة وخالية من الأخطاء وتراعى المستويات المعرفية المختلفة للطلبة ومتدرجة من السهل إلى الأصعب مضيفة إلى أن الأسئلة ستكون في منهج العام الدراسي بأكمله وتشمل جزئيات المنهج الدراسي دون حسف كما طالبت بضرورة مراجعة جميع جزئيات المنهج وعدم تركيز على موضوعات بعينها وترك موضوعات دون مذاكرة أو مراجعة وشيرة إلى أن طبيعة الأسئلة وهي الإختار من المتعدد والمقالية سوف تحتوي على جميع جزئيات الموضوعات الدراسية وأخيرا أخبار حالة التقس ودرجات الحرارة المتوقعة حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن التقس مازال مائلة للبرودة في صباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء مائلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحرية وجنوب سيناء وشمال أصعيد مائلة الدفع على السواحل الشمالية حار على جنوب أصعيد وتابعت هيئة الأرصاد كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والواجه البحرية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأثنين القاهرة العزمة فيها 26 درجة والصغرة 17 أما الأسكندرية العزمة 24 والصغرة 15 وأيضا أسوان العزمة فيها 32 درجة والصغرة 19 درجة كده نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة ومتظرنا في تغطيات أخرى كنت معكم أنا من نايخيا وإلى اللقاء